بسم الله الرحمن الرحيم بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام بن رشد الحفيد رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلمه وعلوم شيخنا في الدارين أمين يقرأه عليكم مصطفى بن حسن بن قناو الأسهري قال رحمه الله في كتاب الزكاة الجملة الثالثة في معرفة كم تجب ومن كم تجب أما معرفة النصاب في واحد واحد من هذه الأموال المزكات وهو المقدار الذي فيه تجب الزكاة فيما له منها نصاب ومعرفة الواجب من ذلك أعني في عينه وقدره فإن نذكر من ذلك ما اتفقوا عليه واختلفوا فيه في جنس جنس من هذه الأجناس المتفق عليها والمختلف فيها عند الذين اتفقوا عليه ولنجعل الكلام في ذلك في فصول الفصل الأول في الذهب والفضة الثاني في الإبل الثالث في الغنم الرابع في البقر الخامس في النبات السادس في العروض الفصل الأول في الذهب والفضة أما المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة فإنهم اتفقوا على أنه خمس أواق لقوله عليه الصلاة والسلام الثابت ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ما عدى المعدن من الفضة فإنهم اختلفوا في السراط النصاب منه وفي المقدار الواجب فيه والأوقية عندهم أربعون درهما كيلا وأما المقدار الواجب فيه فإنهم اتفقوا على أن الواجب في ذلك هو ربع العشر أعني في الفضة والذهب معا ما لم يكون خرج من معدن واختلفوا من هذا الباب في مواضع خمسة أحدها في نصاب الذهب والثاني هل فيهما أواقص أم لا أعني هل فوق النصاب قدر لا تزيد الزكاة بزيادته والثالث هل يضم بعضها إلى بعض في الذكاة فيعدان كصنف واحد أعني عند إقامة النصاب أم هما صنفان مختلفان والرابع هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحدا لاثنين الخامس في اعتبار نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه أما المسألة الأولى وهي اختلافهم في نصاب الذهب فإن أكثر العلماء على أن الذكاة تجب في عشرين دينارا وزنا كما تجب في مئتي درهم هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وأحمد وجماعة فقهاء الأنصار وقال الطائفة منهم الحسن بن أبي الحسن البصري وأكثر أصحاب داود بن علي ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين دينارا ففيه ربع عشرها دينار واحد وقال الطائفة ثالثة ليس في الذهب ذكاة حتى يبلغ صرفها مئتي درهم أو قيمتها فإذا بلغت ففيها ربع عشرها كان وزن ذلك من الذهب عشرين دينارا أو أقل أو أكثر هذا فيما كان منه دون الأربعين دينارا فإذا بلغت أربعين دينارا كان الاعتبار بها نفسها لا بالدراهم لا صرفا ولا قيمة وسبب اختلافهم في نصاب الذهب أنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في نصاب الفضة وما روي عن الحسن بن عمارة من حديث عالي أنه عليه الصلاة والسلام قال هاتوا ذكاة الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار فليس عند الأكثر مما يجب العمل به لانفراد الحسن بن عمارة به فمن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد في ذلك على الإجماع وهو اتفاقهم على وجوبها في الأربعين وأما مالك فاعتمد في ذلك على العمل ولذلك قال في الموطأ السنة التي لا خلاف فيها عندنا أن الذكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مئتي درهم وأما الذين جعلوا الزكاة فيما دون الأربعين تبعا للدراهم فإنه لما كان عندهم من جنس واحد جعلوا الفضة هي الأصل إذ كان النص قد ثبت فيها وجعلوا الذهب تابعا لها في القيمة لا في الوزن وذلك فيما دون موضع الإجماع ولما قيل أيضا إن الرقة إثم يتناول الذهب والفضة وجاء في بعض الآثار ليس فيما دون خمس أواق من الرقة صدقة المسألة الثانية وأما اختلافهم فيما زاد على النصاب فيها فإن الجمهور قالوا إنما زاد على مئتي درهم من الوزن ففيه بحساب ذلك أعني ربع العشر وممن قال بهذا القول مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وجماعة وقال الطائفة من أهل العلم أكثرهم أهل العراق لا شيء فيما زاد على المئتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهم فإذا بلغتها كان فيها ربع عشرها وذلك درهم وبهذا القول قال أبو حنيفة وزفر وطائفة من أصحابهما وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث الحسن بن عمارة ومعارضة دليل الخطاب له وترددهما بين أصلين في هذا الباب مختلفين في هذا الحكم وهي الماشية والحبوب أما حديث الحسن بن عمارة فإنه رواه عن أبي إسحاق عن عاصم بن زمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا من الرقة ربع العشر من كل مئتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار وليس في مئتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول ففيها خمسة درهم فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وفي كل أربعة دنانير تزيد على العشرين دينارا درهم حتى تبلغ أربعين دينارا ففي كل أربعين دينار وفي كل أربعة وعشرين نصف دينار ودرهم وأما دليل الخطاب المعارض له فقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ومفهومه أن فيما زاد على ذلك الصدقة قل أو كثر وأما ترددهما بين الأصلين الذين هما الماشية والحبوب فإن النص في الأواقص ورد في الماشية وأجمعوا على أن لا أواقص في الحبوب فمن شبه الفضة والذهب بالماشية قال فيهما الأواقص ومن شبههما بالحبوب قال لا وقصة وأما المسألة الثالثة وهي ضم الذهب إلى الفضة في الذكاء فإن عند مالك وأبي حنيفات وجماعة أنها تضم الدراهم إلى الدنانير فإذا كامل من مجموعهما نصاب وجبت فيه الذكاء وقال الشافعي وأبو ثور وداود لا يضم ذهب إلى فضة ولا فضة إلى ذهب وسبب اختلافهم هل كل واحد منهما يجب فيه الذكاة لعينه أم لسبب يعمهما وهو كونهما كما يقول الفقهاء رؤوس الأموال وقيم المتلفات فمن رأى أن المعتبر في كل واحد منهما هو عينه ولذلك اختلف النصاب فيهما قالهما جن ثاني لا يضم أحدهما إلى الثاني كالحال في البقر والغنم ومن رأى أن المعتبر فيهما هو ذلك الأمر الجامع الذي قلناه أوجب ضم بعضهما إلى بعض ويشبه أن يكون الأظهر اختلاف الأحكام حيث تختلف الأسماء وتختلف الموجودات أنفسها وإن كان قد يوهم اتحادهما اتفاق المنافعي وهو الذي اعتمده مالك رحمه الله في هذا الباب وفي باب الربى والذين أجازوا ضمهما اختلفوا في صفة الضم فرأى مالك ضمهما بصرف محدود وذلك بأن ينزل الدينار بعشرات دراهم على ما كانت عليه قديمة فمن كانت عنده عشرات دنانير ومئة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة عنده وجاز أن يخرج من الواحد عن الآخر وقال من هؤلاء آخرون تضم بالقيمات في وقت الزكاة فمن كانت عنده مثلا مئة درهم وتسعة مثاقيل قيمتها مئة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة ومن كانت عنده مئة درهم تساوي أحد عشر مثقالا وتسعة مثاقيل وجبت عليه أيضا فيهما الزكاة ومن قال بهذا القول أبو حنيفة وبمثل هذا القول قال الثوري إلا أنه يراعي الأحواط للمساكين في الضم أعني القيمة أو الصرف المحدود ومنهم من قال يضم الأقل منهما إلى الأكثر ولا يضم الأكثر إلى الأقل وقال آخرون تضم الدنانير بقيمتها أبدا كانت الدنانير أقل من الدراهم أو أكثر ولا تضم الدراهم إلى الدنانير لأن الدراهم أصل والدنانير فرع إذ كان لم يثبت في الدنانير حديث ولا إجماع حتى تبلغ أربعين وقال بعضهم إذا كان عنده نصاب من أحدهما ضم إليه قليل الآخر وكثيرة ولم يرى الضم في تكميل النصاب إذا لم يكن في واحد منهما نصاب بل في مجموعهما وسبب هذا الارتباك ما راموه من أن يجعلوا من شيئين نصابهما مختلف في الوزن نصابا واحدا وهذا كله لا معنى له ولعل مراما ضم أحدهما إلى الآخر فقد أحدث حكما في الشرع حيث لا حكم لأنه قد قال بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة ويستحيل في عادة التكليف والأمر بالبيان أن يكون في أمثال هذه الأشياء المحتملة حكم مخصوص فيسكت عنه الشارع حتى يكون سكوته السببا لأن يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقدار والشارع إنما بعث صلى الله عليه وسلم لرفع الاختلاف وأما المسألة الرابعة فإن عند مالك وأبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب وعند الشافعي أن المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد وسبب اختلافهم الإجماع الذي في قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة فإن هذا القدر يمكن أن يفهم منه أنه إنما يخصه هذا الحكم إذا كان لمالك واحد فقط ويمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا الحكم كان لمالك واحد أو أكثر من مالك واحد إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد وهو الأظهر والله أعلم والشافعي كأنه شبه الشركة بالخلطة ولكن تأثير الخلطة في الذكاة غير متفق عليه على ما سيأتي بعد وأما المسألة الخامسة وهي اختلافهم في اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه فإن مالك والشافعية راعي النصاب في المعدن وإنما الخلاف بينهما أن مالك لم يشترط الحول واشترطه الشافعي على ما سنقول بعد في الجملة الرابعة وكذلك لم يختلف قولهما إن الواجب فيما يخرج منه هو ربع العشر وأما أبو حنيفة فلم ير فيه نصابا ولا حولا وقال الواجب هو الخمس وسبب الخلاف في ذلك هل اسم الركاذ يتناول المعدن أم لا يتناوله لأنه قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاذ الخمس وروا أشهب عن مالك أن المعدن الذي يوجد بغير عمل أنه ركاز وفيه الخمس فسبب اختلافهم في هذا هو اختلافهم في دلالة اللفظ وهو أحد أسباب الاختلافات العامة التي ذكرناها الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه وأجمع المسلمون على أن في كل خمس من الإبل شاتا إلى أربع وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لابون ذكر فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها ابنة لابون إلى خمس واربعين فإذا كانت ستا واربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا كانت واحدا وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين ففيها ابنة لابون إلى تسعين فإذا كانت واحدا وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومئة لثبوت هذا كله في كتاب الصداقة الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به بعده أبو بكر وعمر واختلفوا منها في مواضع منها فيما زاد على العشرين والمئة ومنها إذا عدم السن الواجبة عليه وعنده السن الذي فوقه أو الذي تحته ما حكمه ومنها هل تجب الزكاة في صغار الإبل وإن واجبت فما الواجب فأما المسألة الأولى وهي اختلافهم فيما زاد على المئة والعشرين فإن مالكا قال إذا زادت على عشرين ومئة واحدة فالمصدق بالخيار إن شاء أقذ ثلاث بنات لبون وإن شاء أخذ حقتين إلى أن تبلغ ثلاثين ومئة فيكون فيها حقة وابنتا لبون وقال ابن القاسم من أصحابه بل يأخذ ثلاث بنات لبون من غير خيار إلى أن تبلغ ثمانين ومئة فتكون فيها حقة وابنتا لبون وبهذا القول قال شافعي قال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك بل يأخذ الساعي حقتين فقط من غير خيار إلى أن تبلغ مئة وثلاثين وقال الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري إذا زادت على عشرين ومئة عادت الفريضة على أولها ومعنى عودها أن يكون عندهم في كل خمس ذود شات فإذا كانت الإبل مئة وخمس وعشرين كان فيها حقتان وشات الحقتان للمئة والعشرين والشات للخمس فإذا بلغت ثلاثين ومئة ففيها حقتان وشاتان فإذا كانت خمس وثلاثين ففيها حقتان وثلاث شياه إلى أربعين ومئة ففيها حقتان واربع شياه إلى خمس واربعين ومئة فإذا بلغتها ففيها حقتان وابنة مخاض الحقتان للمئة والعشرين وابنة المخاض للخمس والعشرين كما كانت في الفرض الأول إلى خمسين ومئة فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق فإذا زادت على الخمسين ومئة استقبل بها الفريضة الأولى إلى أن تبلغ مئتين فيكون فيها أربع حقاق ثم يستقبل بها الفريضة وأما ما عدا الكوفيين من الفقهاء فإنهم اتفقوا على أن ما زاد على المئة والثلاثين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وسبب اختلافهم في عودة الفرض أو لعودته اختلاف الآثار في هذا الباب وذلك أنه ثابت في كتاب الصداقات أنه قال عليه الصلاة والسلام فما زاد على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وروي من طريق أبي بكر بن عمر بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاتب كتاب الصداق وفيه إذا زادت الإبل على مئة وعشرين استؤنفت الفريضة فذهب الجمهور إلى ترجيح الحديث الأول إذ هو أثبت وذهب الكوفيون إلى ترجيح حديث عمر بن حزم لأنه ثبت عندهم هذا من قول علي وابن مسعود قالوا لا يصح أن يكون مثل هذا إلا توقيفا إذ كان مثل هذا لا يقال بالقياس وأما سبب اختلاف مالك وأصحابه والشافعي فيما زاد على المئة والعشرين إلى الثلاثين فلأنه لم يستقم لهم حساب الأربعينيات ولا الخمسينيات فمن رأى أن ما بين المئة والعشرين إلى أن يستقيم الحساب وقص قال ليس فيما زاد على ظاهر الحديث الثابت شيء ظاهر حتى يبلغ مئة وثلاثين وهو ظاهر الحديث وأما الشافعي وابن القاسم فإنما ذهب إلى أن فيها ثلاث بنات لبون لأنه قد روي عن ابن شهاب في كتاب الصدقة أنها إذا بلغت إحدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون فإذا بلغت ثلاثين ومئة ففيها بنت لبون وحقة فسبب اختلاف ابن الماجيشون وابن القاسم هو معارضة ظاهر الأثر الثابت للتفسير الذي في هذا الحديث فإن ابن الماجيشون رجح ظاهر الأثر للاتفاق على ثبوته وابن القاسم والشافعية حمل المجمل على المفصل المفسر وأما تخيير مالك الساعي فكأنه جامع بين الأثرين والله أعلم وأما المسألة الثانية وهو إذا عدم السن الواجبة من الإبل الواجبة وعنده السن الذي فوق هذا السن أو تحته فإن مالكا قال يكلف شراء ذلك السن وقال قوم بل يعطي السن الذي عنده وزيادة عشرين درهما إن كان السن الذي عنده أحط أو شاتين وإن كان أعلى دافع إليه المصدق عشرين درهما أو شاتين وهذا ثابت في كتاب الصدقة فلا معنى للمنازعة فيه ولعل مالكا لم يبلغه هذا الحديث وبهذا الحديث قال الشافعي وأبو ثور وقال أبو حنيفة الواجب عليه القيمة على أصله في إخراج القيم في الزكاة وقال قوم بل يعطي السن الذي عنده وما بينهما من القيمة وأما المسألة الثالثة وهي هل تجب في صغار الإبل وإن وجبت فماذا يكلف فإن قوما قالوا تجب فيها الزكاة وقوم قالوا لا تجب وسبب اختلافهم هل يتناول اسم الجنس الصغار أو لا يتناوله والذين قالوا لا تجب فيها زكاة هو أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة وقد احتجوا بحاديث سويد بن غفلة أنه قال أتانا مصدق النبي عليه الصلاة والسلام فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول إن في عهدي ألا آخذ من راضع لبن ولا أجمع بين متفرق ولا نفرق بين مجتمع قال وأتاه رجل بناقة كوما فأبى أن يأخذها والذين أوجبوا الزكاة فيها منهم من قال يكلف شراء السن الواجبة عليهم ومنهم من قال يأخذ منها وهو الأقيس وبنحو هذا الاختلاف اختلفوا في صغار البقر وسخل الغنم الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك جمهور العلماء على أن في ثلاثين من البقر تبيعا وفي أربعين مسنة وقال الطائفة في كل عشر من الإبلشاه إلى ثلاثين ففيها تبيع وقيل إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ففيها بقرتان إذا جاوزت ذلك فإذا بلغت مئة وعشرين ففي كل أربعين بقرة وهذا عن سعيد بن المسيب واختلف فقهاء الأنصار فيما بين الأربعين والستين فذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري وجماعة ألا شيء فيما زاد على الأربعين حتى تبلغ الستين فإذا بلغ الستين ففيها تبيعان إلى سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ففيها ثلاثة أتبعة إلى مئة ففيها تبيعان ومسنة ثم هكذا ما زاد ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وسبب اختلافهم في النصاب أن حديث معاذ غير متفق على صحته ولذلك لم يخرجه الشيخان وسبب اختلاف فقهاء الأنصار في الواقص في البقر أنه جاء في حديث معاذ هذا أنه توقف في الأواقص وقال حتى أسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلما قادم عليه وجده قد توفي صلى الله عليه وسلم فلما لم يرد في ذلك نص طلب حكمه من طريق القياس فمن قاسها على الإبل والغانم لم يرى في الأوقاص شيئا ومن قال إن الأصل في الأوقاص الزكاة إلا ما استثناه الدليل من ذلك واجب أن لا يكون عنده في البقر إذ لا دليل هناك من إجماع ولا غيره الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك وأجمع من هذا الباب على أن في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاتا إلى عشرين ومئة فإذا زادت على العشرين ومئة ففيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت على المئتين فثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت على الثلاثمائة ففي كل مئة شاه وذلك عند الجمهور إلا الحسن بن صالح فإنه قال إذا كانت الغنم ثلاثمائة شات وشاتا واحدة أن فيها أربع شية وإذا كانت أربعمائة شات وشاتا ففيها خمس شية ورؤي قوله هذا عن منصور عن إبراهيم والآثار الثابتة المرفوعة في كتاب الصدقة على ما قال الجمهور واتفقوا على أن المعنى تضموا مع الغنم واختلفوا من أي صنف منها يأخذ المصدق فقال مالك يأخذ من الأكثر عدد فإن استوت خير الساعي وقال أبو حنيفة بل الساعي يخير إذا اختلفت الأصناف وقال الشافعي يأخذ الواسطة من الأصناف المختلفة لقول عمر رضي الله عنه نعد عليهم السخ لا تيحملها الراعي ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ولا الربا ولا المخاض ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين خيار المال ووسطه وكذلك اتفق فقهاء جماعة الأمصار على أنه لا يؤخذ في الصداقة تيس ولا هرمة ولا ذات عور لثبوت ذلك في كتاب الصدقة إلا أن يرى المصدق أن ذلك خير للمساكين واختلفوا في العمياء وذات العلات هل تعد على صاحب المال أم لا فرأى مالك والشافعي أن تعد وروي عن أبي حنيفة أنها لا تعد وسبب اختلافهم هل مطلق الاسم يتناول الأصحاء والمرضى أم لا يتناولهما واختلفوا من هذا الباب في نسل الأمهات هل تعد مع الأمهات فيكمل النصاب بها إذا لم تبلغ نصابا فقال مالك يعتد بها وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور لا يعتد بالسخال إلا أن تكون الأمهات نصابا وسبب اختلافهم احتمال قول عمر رضي الله عنه إذ أمر أن تعتد عليهم بالسخال ولا يؤخذوا منها شيء فإن قوما فهموا من هذا إذا كانت الأمهات نصابا وقوم فهموا هذا مطلقا وأحسبوا أن أهل الظاهر لا يوجبون في السخال شيئا ولا يعتدون بها لو كانت الأمهات نصابا ولو لم تكن لأن اسم الجنس لا ينطلق عليها عندهم وأكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيرا في قدر الواجب من الزكاة واختلف القائلون بذلك هل لها تأثير في قدر النصاب أم لا أما أبو حنيفة وأصحابه فلم يروا للخلطة تأثيرا لا في القدر الواجب ولا في قدر النصاب وتفسير ذلك أن مالكا والشافعي وأكثر فقهاء الأمصار اتفقوا على أن الخلطاء يذكون ذكاة المالك الواحد واختلفوا من ذلك في موضعين أحدهما في نصاب الخلطاء هل يعد نصاب مالك واحد سواء كان لكل واحد منهما نصاب أو لم يكن أم إنما يذكون ذكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد منهم نصاب والثاني في صفة الخلطات التي لها تأثير في ذلك وأما اختلافهم أولا في هل للخلطات تأثير في النصاب وفي الواجب أو ليس لها تأثير فسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم ما ثبت في كتاب الصدقة من قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع قشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالثوية فإن كل واحد من الفريقين أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده وذلك أن الذين رأوا للخلطات تأثيرا ما في النصاب والقدر الواجب أو في القدر الواجب فقط قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالثوية وقوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع يدل دلالة واضحة أن ملك الخليطين كملك رجل واحد فإن هذا الآثر مخصص لقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة إما في الزكاة عند مالك وأصحابه أعني في القدر الواجب وإما في الزكاة والنصاب معا عند الشفعي وأصحابه وأما الذين لم يقولوا بالخلطات فقالوا إن الشريكين قد يقال لهما خليطان ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع إنما هو نهي للسعات أن يقسم ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة مثل رجل يكون له مائة وعشرون شاة فيقسم عليه إلى أربعين ثلاث مرات أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة قالوا وإذا كان هذا الاحتمال في هذا الحديث وجب أن لا تخصص به الأصول الثابتة المجمع عليها أعني أن النصاب والحق الواجب في الذكاة يعتبر بملك الرجل الواحد وأما الذين قالوا بالخلطات فقالوا إن لفظة الخلطة هي أظهر في الخلطات نفسها منه في الشركة وإذا كان ذلك كذلك فقوله عليه الصلاة والسلام فيهما إنهما يتراجعان بالثوية مما يدل على أن الحق الواجب عليهم حكمه حكم رجل واحد وأن قوله عليه الصلاة والسلام إنهما يتراجعان بالثوية يدل على أن الخلطين ليس بشريكين لأن الشريكين ليس يتصور بينهما تراجع إذ المأخوذ هو من مال الشركة فمن اقتصر على هذا المفهوم ولم يقف عليه النصاب قال الخلطان إنما يذكيان ذكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد منهما نصاب ومن جعل حكم النصاب تابعا لحكم الحق الواجب قال نصابهما نصاب الرجل الواحد كما أن ذكاتهما ذكاة الرجل الواحد وكل واحد من هؤلاء أنزل قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين متفرق ولا يفراق بين مجتمع على ما ذهب إليه فأما مالك رحمه الله فإنه قال معنى قوله لا يفرق بين مجتمع أن الخلطين يكون لكل واحد منهما هما مئة شاة وشاة فتكون عليهما فيهما ثلاث شيئا فإذا افترق كان على كل واحد منهما شاة ومعنى قوله لا يجمع بين متفرق أن يكون النفر الثلاث لكل واحد منهما أربعون شاة فإذا جمعوها كان عليهم شاة واحدة فعلى مذهبه النهي إنما هو متوجه نحو الخلطاء الذين لكل واحد منهم نصاب وأما الشافعي فقال معنى قوله ولا يفرق بين مجتمع أن يكون رجلان لهما أربعون شاة فإذا فرق غنمهما لم يجب عليهما فيها ذكاة إذ كان نصاب الخلطاء عنده نصاب ملك واحد في الحكم وأما القائلون بالخلطات فإنه مختلف فيما هي الخلطة مؤثرة في الذكاة فأما الشافعي فقال إن من شرط الخلطات أن تختلط ماشيتهما وتراحى لواحد وتحلبى لواحد وتسرحى لواحد وتسقى معا وتكون فحولهما مختلطة ولا فرق عنده بالجملات بين الخلطات والشركة ولذلك يعتبر كمال النصاب لكل واحد من الشريكين كما تقدم وأما مالك فالخليطان عنده مشترك في الدلو والحوض والمراح والرعي والفحل واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصاف أو جميعها وسبب اختلافهم اشتراك اسم الخلطة ولذلك لم ير قوم تأثير الخلطات في الزكاة وهو مذهب أبي محمد بن حزم الأندلسي الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك وأجمع على أن الواجب في الحبوب أما ما سقي بالسماء فالعشر وأما ما سقي بالنضح فنصف العشر لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وأما النصاب فإنهم اختلفوا في وجوبه في هذا الجنس من مال الذكاة فصار الجمهور إلى إيجاب النصاب فيه وهو خمسة أوثق والوثق ستون صاعا بإجماع والصاع أربعة أمداد بمد النبي عليه الصلاة والسلام والجمهور على أن مده رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادي وإليه رجع أبو يوسف حين ناظره مالك على مذهب أهل العراق لشهادات أهل المدينة بذلك وكان أبو حنيفة يقول في المد إنه رطلان وفي الصاع إنه ثمانية أرطال وقال أبو حنيفة ليس في الحبوب والثمار نصاب وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص أما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وأما الخصوص فقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوثق صدقة والحديثان ثابتان فمن رأى الخصوص يبنى على العموم قال لابد من النصاب وهو المشهور ومن رأى أن العموم والخصوص متعارضان إذا جهل المتقدم فيهما والمتأخر إذ كان قد ينثق الخصوص بالعموم عنده وينثق العموم بالخصوص إذ كل ما واجب العمل به جاذ نسخه والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل ومن رجح العموم قال لنصاب ولكن حمل الجمهور عند الخصوص على العموم هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي تعارض فيه فإن العموم فيه ظاهر والخصوص فيه نص فتأمل هذا فإنه السبب الذي صير الجمهور إلى أن يقول بني العام على الخاص وعلى الحقيقة ليس بنيانا فإن التعارض بينهما موجود إلا أن يكون الخصوص متصلا بالعموم فيكون استثناء واحتجاج أبي حنيفات في النصاب بهذا العموم فيه ضعف فإن الحديث إنما خرج مخرج تبيل القدر الواجب منه واختلفوا من هذا الباب في النصاب في ثلاث مثائل المسألة الأولى في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في النصاب الثانية في جواز تقدير النصاب في العنب والتمر بالخرص الثالثة هل يحساب على الرجل ما يأكله من ثمره وزرعه قبل الحصاد والجذاذ في النصاب أم لا أما المسألة الأولى فإنهم أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده إلى رديئه وتأخذ الصدقات عن جميعه بحسب قدر كل واحد منهما أعني من الجيير والرديئ فإن كان الثمر أصنافا أخذ من وسطه واختلفوا في ضم القطاني بعضها إلى بعض وفي ضم الحنطات والشاعير والسلت فقال مالك القطنية كلها صنف واحد والحنطات والشاعير والسلت أيضا وقال شفعي وأبو حنيفات وأحمد وجماعة القطني كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائها ولا يضم منها شيء إلى غيره في حساب النصاب وكذلك الشاعير والسلت والحنطات عندهم أصناف ثلاثة لا يضم واحد منها إلى الآخر لتكميل النصاب وسبب الخلاف هل المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع أو اتفاق الأسماء فمن قال اتفاق الأسماء قال كلما اختلفت أسماؤها فهي أصناف كثيرة ومن قال اتفاق المنافع قال كلما اتفقت منافعها فهي صنف واحد وإن اختلفت أسماؤها فكل واحد منهما يروم أن يقرر قاعدته باستقراء الشرع أعني أن أحدهما يحتاج لمذهبه بالأشياء التي اعتبر فيها الشرع الأسماء والآخر بالأشياء التي اعتبر الشرع فيها المنافع ويشبه أن يكون شهادة الشرع للأسماء في الزكاة أكثر من شهادته للمنافع وإن كان كلا الاعتبارين موجودا في الشرع والله أعلم وأما المسألة الثانية وهي تقدير النصاب بالخرص واعتباره به دون الكيل فإن جمهور العلماء على إجازة الخرص في الناخيل والأعناب حين يبدو صلاحها لضرورة أن يخلي بينها وبين أهلها يأكلونها رطبا وقال داود لا خرص إلا في الناخيل فقط وقال أبو حنيفة وصاحباه الخرص باطل وعلى رب المال أن يؤدي عشر ما تحصل بيده ذاد على الخرص أو نقص منه والسبب في اختلافهم في جواز الخرص معارضة الأصول للأثر الوارد في ذلك أما الأثر الوارد في ذلك وهو الذي تمثك به الجمهور فهو ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة وغيره إلى خيبر فيخرص عليهم النخيل وأما الأصول التي تعارضه فلأنه من باب المزابنة المنهي عنها وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالثمر كيلا ولأنه أيضا من باب بيع الرطب بالتمد نسيئة فيدخله المنع من التفاضل ومن النسيئة وكلاهما من أصول الربا فلما رأى الكوفيون هذا مع أن الخرص الذي كان يخرص على أهل خيبر لم يكن للذكاة إذ كانوا ليسوا بأهل ذكاة قالوا يحتمل أن يكون تقميما ليعلم ما بأيدي كل قوم من الثمار قال القاضي أما بحسب خبر مالك فالظاهر أنه كان في القسمة لما روي أن عبد الله بن رواحة كان إذا فرغ من الخرص قال إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي أعني في قسمة الثمار لا في قسمة الحب وأما بحسب حديث عائشة الذي رواه أبو داود فإنما الخرص لموضع النصيب الواجب عليهم في ذلك والحديث هو أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص عليهم النخيل حتى يطيب قبل أن يؤكل منه وخرص الثمار لم يخرجه الشيخان وكيفما كان فالخرص مستثدا من تلك الأصول هذا إن ثبت أنه كان منه عليه الصلاة والسلام حكما منه على المسلمين فإن الحكم لو ثبت على أهل الذمات ليس يجب أن يكون حكما على المسلمين إلا بدليل والله أعلم ولو صح حديث عتاب بن أسيد لكان جواز الخرص بينا والله أعلم وحديث عتاب بن أسيد هو أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرص العنب وآخذ ذكاته زبيبا كما تأخذ ذكاة النخل تمرا وحديث عتاب بن أسيد طعن فيه لأن راويه عنه هو سعيد بن المسيب وهو لم يسمع منه ولذلك لم يجز داود خرص العنب واختلف من أوجب الزكاة في الزيتون في جواز الخرص والسبب في اختلافهم اختلافهم في قياسه في ذلك على النخيل والعنب والمخرج عند الجميع من النخل في الزكاة هو التمر للرطب وكذلك الزبيب من العنب لا العنب نفسه وكذلك عند القائلين بوجوب الزكاة في الزيتون هو الزيت لا الحب قياسا على التمر والزبيب وقال مالك في العنب الذي لا يتذبب والزيتون الذي لا ينعصر أرى أن يؤخذ منه حبا وأما المسألة الثالثة فإن مالكا وأبا حنيفة قال يحسب على الرطب الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب وقال الشافعي لا يحسب عليه ويترك الخارص لرب المال ما يأكل هو وأهله والسبب في اختلافهم ما يعارض الآثار في ذلك من الكتاب والقياس أما السنات في ذلك فما رواه سهل بن أبي خيثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا خيثمة خادصا فجاء رجل فقال يا رسول الله إن أبا خيثمة قد ذاد علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن عمك يزعم أنك زدت عليه فقال يا رسول الله لقد تركت له قدر عارية أهله وما يطعمه المساكين وما تسقطه الريح فقال قد ذادك ابن عمك وأنصفك وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فدعوا الثلثة فإن لم تدعوا الثلثة فدعوا الربع وروي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خثفوا في الخرص فإن في المال العرية والآكلة والوصية والعامل والنوائب وما وجب في الثمر من الحق وأما الكتاب المعارض لهذه الآثار والقياس فقوله تعالى كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وأما القياس فلأنه مال فوجبت فيه الزكاة أصله سائر الأموال فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بقدر الواجب في الزكاة والواجب منه في هذه الأجناس الثلاثة التي الذكاة مخرجة من أعيانها لم يختلفوا أنها إذا خرجت من الأعيان أنفسها أنها مجزأة واختلفوا هل يجوز فيها أن يخرج بدل العين القيمة أو لا يجوز فقال مالك وشافعي لا يجوز إخراج القيم في الزكوات بدل المنصوص عليه في الزكوات وقال أبو حنيفات يجوز سواء قدر على المنصوص عليه أو لم يقدر وسبب اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق واجب للمساكين فمن قال إنها عبادة قال إن أخرج من غير تلك الأعيان لم يجوز لأنه إذا أتى بالعبادات على غير الجهة المأمور بها فهي فاسدة ومن قال هي حق للمساكين فلا فرق بين القيمة والعين عنده وقد قالت الشافعي لنا أن نقول وإن سلمنا أنها حق للمساكين أن الشارع إنما علق الحق بالعين قصدا منه لتشريك الفقراء مع الأغنياء في أعيان الأموال والحنفيات تقول إنما خصت بالذكر أعيان الأموال تسهيلا على أرباب الأموال لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي بين يديه ولذلك جاء في بعض الأثر أنه جعل فدية على أهل الحلل حللة على ما يأتي في كتاب الحدود الفصل السادس في نصاب العروض والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك إنما هو فيما اتخذ منها للبيع خاصة على ما يقدر قبله والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في العين إذ كانت هذه هي قيم المتلفات ورؤوس الأموال وكذلك الحول في العروض عند الذين أوجبوا الزكاة في العروض فإن مالكا قال إذا باع العروض ذكاه لسنة واحدة كالحال في الدين وذلك عنده في التاجر الذي تضبط له أوقات شراء عروضه وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ولا يشترونه وهم الذين يخصون باسم المدير فحكم هؤلاء عند مالك إذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم أن يقوم ما بيده من العروض ثم يضم إلى ذلك ما بيده من العين وما له من الدين الذي يرتجى قبضه إذا لم يكن عليه دين مثله وذلك بخلاف قوله في دين غير المدير فإذا بلغ مجتمع عنده من ذلك نصابا أدى ذكاته وسواء نض له في عامه شيء من العين أو لم ينض بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابه وهذه رواية ابن الماجيشون عن مالك وروا ابن القاسم عنه إذا لم يكن له ناض وكان يتجر بالعروض لم يكن عليه في العروض شيء فمنهم من لم يشترط وجود الناض عنده ومنهم من شرطه والذي شرطه منهم من اعتبر فيه النصاب ومنهم من لم يعتبر ذلك وقال الموزني زكاة العروض تكون من أعيانها لا من أثمانها وقال الجمهور الشافعي وأبو حنيفات وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم المدير وغير المدير حكموه واحد وأنه من اشترى عرضا للتجارة فحال عليه الحول قومه وذكاه وقال قوم بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لقمته وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا لأن الحول إنما يشترط في عين المال لا في نوعه وأما مالك فشبه النوعها هنا بالعين لألا تسقط الزكاة رأسا عن المدير وهذا هو بأن يكون شرعا زائدا أشبه منه بأن يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه ومالك رحمه الله يعتبر المصالح وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها وصلى الله وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تم هذا المقطع من قراءات كتاب بداية المجتايد ونهاية المقتصد للإمام بن رشد الحفيد قراءه عليكم مصطفى بن حسن بن قناو الأزهري جذاكم الله خيرا على حسن الاستماع وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال